اشتركوا في القناة وقد أعرب صاحب الجلالة عن شكره على هذا الإهداء وأشهد بالجهود الطيبة لرئيس وأعطاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج في الارتقاء بأداء الشركة والخدمات التي تقدمها منوها بالإنجازات المهمة التي حققتها الشركة منذ انطلاقتها وبالسمعة الطيبة التي تحظى بها بين مختلف شركات النقل الإقليمية والعالمية وأكد جلالته حفظه الله على دعم الدولة ومساندتها للشركة باعتبارها الناقلة الوطنية والتي أسهمت من خلال مسيرتها الحافلة التي امتدت على مدى سبعين عاما في تعزيز خدمات النقل الجوي في المنطقة وترسيق قيم الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها المملكة مشيدا رعاه الله بجهود الكفاءات والكوادر البحرينية العاملة في مختلف قطاعات الشركة التشغيلية والملاحة الجوية والتي تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات عبر التاريخ العريقي للناقلة الوطنية وأعرب جلالته عن تمنياته لرئيس مجلس الإدارة وجميع منتسبي طيران الخليج دوم التوفيق والنجاح والتقدم لمواصلة الارتقاء بخدمات الشركة وتحسين إسطولها وتعزيز مكانتها وتنافسيتها على المستوى العالمي